هل يجوز أن تشترط المرأة أن يكون المهر جزء من حفظ القرآن؟ حفظ جزء من القرآن الكريم؟ أي يجوز يجوز أن تشترط المرأة في المهر أن يحفظ جزءاً من القرآن الكريم؟ لا ذلك هذه الشروط يعني الشروط أنواع كما قال أهل العلم شروط يعني من مقتضى العقب شروط تنافي مقتضى العقب شروط لا تنافي وليست من مقتضى يعني الشروط التي تنافي مقتضى العقد تشرط عليه أو يشرط عليه أنه ما في عيال هذا الشرط ينافي مقتضى العقد أو يشرط عليه أنه ما يأتيها ما يجامع هذا ينافي مقتضى العقد أو يشرط عليه أنه ما ينفق عليها هذه كلها شروط تنافي مقتضى العقد أو شروط هي من مقتضى العقد يقول شرط أن تمكنيني من نفسك أكيد يمكنني من الزواج هذا أو شرط أنك تنفق علي أكيد ينفق عليك هذا من مقتضى العقد أما الشروط الخارجة عن مقتضى العقب مثل هذا الشرط شرط أنك تحفظ جزء أمي القرآن أو تحفظني جزء أمي القرآن شرط توديني العمرة شرط أنك تحججني شرط أنك تعطيني مئة دينار كل شهر أو هذا شروط جائزة بين الزوجين لا بأس بذلك